السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم سنحضر معكم المملحات الأكثر طلبا في شهر رمضان الكريم سنحضر معكم بريوات مالحة بحشوتين مختلفتين والمداقية السلام متشبعوش منه مع طريقة الاحتفاظ بهم في المجمد وسنحضر معكم أيضا السيقار بحشوة الجبن والزعتر كي جلديد بزاف متشبعوش منه إلي أعجبكم فيديو دي اليوم متنسوش تخليوا لايك وتبارتجو مع أصدقائكم لسعهم الفائدة أول شي غدي نحضر معكم حشوة الدجاج وضعت مقلات على النار ضفت لها منعقة كبيرة من الزبدة نضيف 400 جرام من كروفيت رويال أنا قطعته أنا الكروفيت اللي استعملت هو اللي كي يكون اللون دياله رمادي كتكون القيمة الغدائية دياله أفضل من العادي نحرك المكونات جيدا ضفت رشة ملح رشة من الفلفل الأسود مع التحريك المستمر وضروري ما نرفعه على النار لأن الكروفيت كي يطلق المادياله شعرية الأرز أنا ضفت عليها ماء مغلي لمدة 5 دقائق من بعد سفيتها ونقطعها بالمقص على هات الشكل هذا كيف كتشوفو صفي من بعد غدي نزول المقلات من على النار ونضيف مقلات أخرى نضيف لها ملعقة كبيرة من الزبدة نضيف خالط ما بين زيت زيتون و زيت نباتي ما يعادي الملعقتين كبيرتين نضيف ملعقة كبيرة من سلسط الطماطم نضيف فصين من التوم المبشر نص حمضة مصيرة لقطع تقطع صغيرة ملعقتين كبيرتين من المعدنوس مقطع نضيف توابل ملح فلفل أسود زنجبيل كوركم كومون بابريكا وتوابل السمك كل مكون منه ملعقة صغيرة نحرك المكونات جيدا نقص على النار نضيف سلسط الصوجة تقريبا ملعقتين كبيرتين حتى هي سعطيه حط طعم هائل نحرك المكونات نضيف سلسط حارة أو الهريسة هذي كسبقة اختيارية ضفت ملعقة كبيرة نضيف عصير نصف ليمونة حمضة نحرك المكونات جيدا صفي الشرمولة جاهزة نزولها من على النار نضيف المرحلة الموالية خديث إناء نضيف الشعري الصينية نضيف الكروفات نضيف المكونات جيدا نضيف الشرمولة نضيف المكونات جيدا كيف تشوفوا هذه الحشوة تجيير لديدة بسهر لا تشبعوش منها نضيف جوب المدري اللي مبشور الجبن يبقى اختياري ممكن تستغنو عليه لكن يضيف طعم هائل لهذه الحشوة ونضيف حضر الحشوة الثانية وضعت مقلات على نار متوسطة ضفت ربع كأس من الزيت خالطنا بين زيت زيتون وزيت نباتي ضفت بصلة كبيرة مقطع مشلضة لهذا الشكل هذا نخلي البصل مع الزيت سحتى اضطح البصلة ضفت ملعقة صغيرة من التوم المبشور نحرك المكونات جيدا من بعد نضيف 400 جرام من صدر الدجاج اللي قطعت و قطع صغيرة لهذا الشكل هذا نحرك الكل جيدا من بعد نضيف ثوابل ملح فلفل أسود زنجبيل كوركم كومون بابريكا ثوابل الدجاج كل مكون منه ملعقة صغيرة ونحرك المكونات النار تكون متوسطة ما نرفعش عليها من بعد نضيف ثلاث ملايق كبيرة من زيسون أخضر شرائح نضيف ملعقة كبيرة شطة حارة ونضيف سلسط السوجة ملعقة كبيرة نضيف عصير ليمونة حامضة الشطة الحارة أو الهريسة كتبقى اختيارية ممكن تستغنوا عليها من بعد مطابط الحشوة نضيف ملعقتين كبيرتين من المعدنوس مقطع المعدنوس كنخليه حتى الأخير حتى قطي بالحشوة نحرك المكونات جيدا من بعد نضيف شعرية الأرز 150 جرام دير شعرية الأرز اللي وضعتها في ماء مغلي لمدة خمس دقائق صفيتها وقطعتها في هاد الأثناء غدي نطفي على النار صفيت الحشوة واجدة وكنضيف جب المدرين لمبشور لحشوة الدجاج تقريبا أربعة مع القكبر والجبن كيبقى اختياري ممكن تستغنوا عليه نوضع الحشوات جانبا وندوز المرحلة الموالية هادي هي الورقة اللي غدي نخدم بيها أنا كنشتريها عليها تشكل هذا كتكون جاهزة كتكون مقطعة وكتكون مزيتها كذلك ما كنحتاش أنا ننزيتها فيها كيلو ندي النوعية لكنستعمل إلما كانت شمزيتها غدي ندهنها بالقليل من الزيت كنوضع الحشوة المناسبة أنا هنا بديت بحشوة الدجاج وغدي نلف البرايوة ديالي على هات الشكل هذا كيف كتشوفو طريقة سهلة غدي نلف بيها على هات الشكل هذا العديد من الأخوات كانوا سولوني في البرايوات اللي كنتم نسمعكم من قبل الأخوات اللي عايشين هنا في السعودية كيسولوني هاد الورقة منين كنشريها هاد الورقة موجودة كينا في الدانوب وكينا في العاتهم والنوعية اللي كنتستعمل هي غوار زمان نوعية جيدة جدا ما كتحتاجوش أنكم تزيتوها سوف غدي نستمر في تشكيل البرايوات أنا كنصدهم على هات الشكل هذا لأنني كنطيبهم غير في الفرن ما كنقليهمش إلا كنتوا غدي تقليوهم غدي تعملوا القليل من الدقيق مع القليل من الماء وتصدوا بهم البرايوات دي ولكم باش ما يتحلوش لكم عند القلي من بعد ما كملت البرايوات دي للتجاج غدي نعمل البرايوات دي الكروفات كل شاريط غدي نعمل فيها الحشوة المناسبة من بعد كنلف البرايوات على هات الشكل هذا طريقة سهلة هذه الحشوة دي الكروفات كجيل ديدة بالساف ما تشبعوش منها سوف نصدهم بنفس الطريقة اللي عملت في الأول لأننا حسا هات البرايوات غدي نطيبهم غير في الفرن أنا البرايوات ما كنقليهمش في الزيت سوف نستمر بنفس الطريقة حسن نكمل الحشوة دي الكروفات اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم هذا هو الشكل دي البرايوات من بعد مشكلتهم أنا حصلت على أكثر من 100 حبة إلا ضعفت المكونات غدي تحصلوا على أكثر من 200 حبة هادو برايوات بالدجاج وهادو بالكروفات طريقة الاحتفاظ بهم في المجمد كن أخذ علبة وضعت كيس غذائي في القاعدة من بعد كنستف البرايوات دي أولي على هات الشكل هذا كن وضع الكمية اللي بغيت أنا بديت هنا بالريوات دي الكروفات وكان نغطية بكيس غذائي وكان نوضع كمية أخرى من البرايوات كيف كتشوفوا من بعد كنغطيها بكيس غذائي وكانernغطي العلبة بإحكام نسدها مزيان كنستمر بنفس طريقة ن Mercedes чем L Dag في القاعدة وكنستف البرايوات اللي بغيت من بعد كنغطي بكيس غذائي وكانernغطي العلبة مزيان كنست jaw ممكن نوضع كمية البرايواز كاملة نوضعهم في الصينية و ندخلهم المجمد حتى يجمده من بعد هذا نوضعهم في علب نستمر بنفس الطريقة حيث نكمل كمية اللي عندي كاملة و نعود نرجع معكم حشوة السيجار نحتاج 500 جرام من الجبل الابيض نضيف عليه زعتر لبناني تقريبا ملعقة كبيرة و نمزج المكونات جيدا انا ضفت ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون غير ما بانتش في التصوير نحتاج ورق الفيلو هو اللي غنخدم به لانه ما متوفرش عندي ورقة البسطيلة كنناخد كمية في الاول نقطعها و نخدم بها والكمية الثانية غطيها بكيس غدائي بش ما تنشفش ليا هذا الورق هذا كيكون حساس تغيي كيس قطع سوف نغطي هاد الكمية نوضعها جانبا وهاد الكمية غد نقطعها الى نصفين على هاد الشكل هادا كيف كتشوفو و نقطعها مرة اخرى الى نصفين الورقة نقطعها على اربعة من بعد نضهنها بالقليل من الزيت و نوضع كمية مناسبة من الحشوة دي الجبن مع الزعتر نوضع لشكل حربول على هاد الشكل هادا كيف كتشوفو من بعد نضهن الورقة من الجوانب طريقة سهلة و كنلف السيجار على هاد الشكل هادا خديت ورقة اخرى نضهنها بالقليل من الزيت ضروري من نضهنه بالزيت و كنعمل الحشوة المناسبة انا عملت هنا حشوة الجبن مع الزعتر و كنت عملو الحشوة اللي بغيتو كنلف الجوانب على هاد الشكل هادا كيف كتشوفو انا ما كنحتاج نسد السيجار ديالي لان انا ما غديش نقليه في الزيت غنطيبه غير في الفرن الكنتو غتقليه في الزيت كتسدوه بالقليل من الدقيق مع الماء باش ميتحلش ليكم اثناء القليل و نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كمية اللي عندي كاملة و نعود نرجع معاكم هذا هو الشكل ديال السيجار اللي حصلت عليه كيف كتشوفو انا غدي ندخله الفرن نطيبه باش تشوفو الشكل ديالو كيف يعمل في الاخير و وضعته في الصينية اللي غتقل الفرن فرش ليه ورق الزبدة من بعد تخديت زبدة مدابة ضوبت هاو زولت لهذاك الحليب اللي فيها ندهن السيجار على هاد الشكل هادا و ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة و نعود نرجع معاكم باش نشوفو الشكل النهائي ديال السيجار هذا هو الشكل النهائي ديال السيجار خدا لون ذهبي زينتوا بجبن مبشور بعد نسمعوا صوت القرمشة كي يجي بقرمش من ألد ما يكون إلي عجبكم فيديو دياليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم جميلة من لايكات ديالكم و تبارتاجوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائضة موسيقى موسيقى